مشاهدة ومتابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا ممهاراتكم وحلقة جديدة من سيفن دي سبورت وأكيد معانا أخبار جديدة وأحداث جديدة ولسه حاجات حسطة طازة لكن كالعادة يلا بنا نبدأ بالعنوان مؤمن زكريا مساعدة لرئيس قطاع النشئين في النادي الاهلي على أهلي وخاطب اتحاد الكرة من أجل الساعة الكاملة وتفاصيل السوبر رجال يد الاهلي يتعادل مع مومبليب بطولة كأس الأبطال الدولية بريرة متمسكا بالاستمرار في رئاسة لجنة الحكام رغم كل الشائعات وأخيرا السعودية تخطط للمشاركة في دور أبطال أوروبا لأحد المواسم إن شاء الله وأكيد معنا أحداث وأخبار تانية ويلا بنا نبدأ بالعنوان على طول في قرار الحقيقة يعني مبهج قرر النادي الاهلي تعيين الكابتن مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مساعدا للكابتن وليد سليمان رئيس قطاع النشئين جاء القرار بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على كرة القدم مع الكابتن مؤمن زكريا في حضور الكابتن وليد سليمان خبر مبهج جدا لكل الأهلوية وخبر لواحد من ولاد النادي الاهلي واحد من المهريين من طراز رفيع ربنا يشفيه رب كابتن مؤمن زكريا واحد من ولاد النادي المخلصين الحقيقة يعني اللي على المستوى الفني كان ليه دور وبصمة في تاريخه الكروي سواء مع النادي الاهلي أو مع منتخب مصر وكمان على المستوى الأخلاقي والإنساني هو واحد حب الناس ليبين سواء وهو بيلعب أو في الوقت الحالي يعني بعد مرضه لكننا نتمنى له الشفاء طبعا كعادتنا يعني وأحد نجوم النادي الاهلي اللي ليهم بصمة زي ما قلت الحراككم ونا نتمنى له التوفيق في مكانه الجديد كنائب من الرئيس قطاع النشئين في النادي الاهلي وهو واضح أنه هو بدء كرير إداري اتعلم فيه كويس قوي من خلال تدرجه في كذا مكان قبل النادي الاهلي كان في سموحها وقبلها كان في شركة تسكارتي كمان فبالتالي هو بقى عنده خبرة إدارية ودلوقتي كمان رجع لبيته النادي الاهلي ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله نروح بقى لخبر تاني من الأخبار الجديدة اللي لسه حصلة حالا دلوقتي في النادي الاهلي أعلن النادي الاهلي بشكل رسمي وبشكل واضح بعد اجتماع مع الكابتن ضياء السيد في مناقشة التطور المقترح من الكابتن ضياء السيد للنادي الاهلي بالتعاون بين شركة الكرة ومعنا على الشاشة الخبر هو زي ما حضرتكم شايفين الخبر ده لسه من دقائق يعني زي ما حضرتكم شايفين معنا هو الخطيب يناقش التطور المقترح للتعاون بين شركة الكرة والمستثمرين نقش الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المشرف في العام على الكرة مع ممثير شركة الاهلي لكرة القدم كابتن خالد عبدالقادر عضو مجلس الإدارة أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي التصور المقترح من الكابتن ضياء السيد نجم الأهلي السابق للتعاون بين شركة الكرة وبعد المستثمرين لتحقيق عوائد للطرفين خلال الاجتماع شرح الكابتن ضياء السيد طبيعة المشروع وآلية العمل فيه ودور المستثمر مع شركة الكرة في إطار تعاون رياضي استثماري يحقق طموحات الجانبين حقيقة خبر مهم في العلاقة بين الأهلي والاستثمار الرياضي نشاط كبير طبعاً لشركة الكرة في إنهم يجذبوا مستثمرين وتزود العوائد بتاعتك أو الدخل بتاعتك للكرة تحديداً يعني ومن خلال الاستثمار في الكرة وده واضح جداً من فترة الأخيرة في النادي الأهلي في حاجات كتير قوي كعادة النادي الأهلي بيدور على التطور النادي الأهلي متطور بطبعه في كل المجالات وفتح بابه لكل ولاده اللي عنده مقترح اللي عنده فكرة اللي عايز يععد مع شركة الكورة أي حد عنده اقتراح هيضيف للنادي الأهلي ويفيد النادي الأهلي مرحباً بيه في النادي الأهلي هو أكيد بيطم دراسته بشكل مفصل من الكابتن محمود الخطيب ومن لجنة التخطيط بس خلي بالك من شركة الكورة كمان دلوقتي فبالتالي أنت عندك ولادك عندهم أفكار وعندك ناس عاملة already CV قوي في كل شغلها اللي اشتغلته من النادي الأهلي فلما يجيلك حد منهم بفكرة طبيعي أنك تستقبله وتفتح له الباب ويتم دراست الحالة اللي هو مقدمها يعني كابتن خبرة السيد خبرة كبيرة جداً 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 كمدرب وكاداري وككل حاجة اشتغل الراجل دخل لبالك يا جماعة كابتن دياء السيد ده مكتشف كتير من النجوم في منتخب الشباب محمد صلاح ومحمد النمي وحجازي الناس دي كلها جيلة لواحد وتسعين ده كله جيل رائع كان موجود مع كابتن دياء السيد في منتخب مصر نروح بقى الخبر تاني مهم قوي وده خبر مهم أيضاً يخص النادي الأهلي أرسل النادي الأهلي خطاب إلى الاتحاد المصري لقورة القدم يطالب في التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيلي بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم القراري الجديد جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار الموسم الماضي والدور الكبير لرجال الأمن المؤقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بدلوها وكان وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل العناصر المنظومة وأسهمت في نجاحات المصابقات الرياضية في اللعبات المختلفة أنها لن تتأخر كعدتها في تلبية الطلب لحضور الجماهير بالساعة الكاملة في كل المباريات خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دوراً رئيسياً في تصنيف المصابقات الكروية على المستوى القاري وتحديداً قيمتها التسوقية بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية وراء مساندة الجماهير لها ده خبر مهم جداً ليه خبر مهم جداً؟ خلي بالكوا هنمجلوكوا الخبر ده أو الخطاب ده مع خطاب تاني وبعدها نعلق على الخطابين مع بعض كمان أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالف فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة الصوبة المحلي التي تقام سنوياً من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس كما استفسر الأهلي عن لائحة البطولة والحقوق التسوقية والجوائز المالية الخاصة بها وكما إذ كان هناك تعديلات جديدة قد ترقت على نظام البطولة المعمول بها في الموسم الماضي جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محلياً وقرياً دولة بيانين النادي أهلي أرسلهم للتحاد الكرة وهنا أنا عاوز أعلق على خطوات اللي بيقوم بها النادي الأهلي قبل بداية الموسم الجديد حين ما فيه الشك أن الجهات الأمنية حريصة كل الحرص وتعاونت مع اتحاد الكرة ورطت الأندية في الموسم الماضي في الدوري والكاس وكمان في المباراة الأفريقية اللي كانت بالساعة الكاملة فاكرين طبعاً مباراة الأهلي والرجاء والأهلي والهلال وطبعاً نتمنى أن اتحاد الكرة والربطة يوصلوا العمل والتنصيق مع الجهات الأمنية لتوفير الساعة الكاملة في المباراة الموسم القادم لأن الجمهور هو اللي بيدي طعم للمباراة ما فيش كرة من غير جمهور الجمهور أو الجماهير بتدي صورة حضرية بحضورها للمباراة مع التأكيد طبعاً على الاتزام بالتعليمات والاحترام المتبادل أنا يعني رؤيتي أو رؤية كأي حد مشجع بيشوف الدوريات اللي في كل حتة في العالم بما فيها الدور السعودي في الوقت الحالي الجمهور هو طعم الكرة هو الملح اللي انت بترشه كده على الأكلة عشان يديك طعم هلو القيمة التسوقية لأي دوري في العالم هي بنسبة المشاهدة والحضور الجماهيري ده أي قيمة تسوقية في العالم مش للكرة بس خلي بالك المصرح اللي من غير جمهور هو كده ما نجحش المصرحية دي ما تنجحش تنجح إمتى لما يبقى ليها حضور جماهيري نفس الكلام الأفلام نسبة المشاهدة والحضور في السينما وبالتالي الكرة العنصر الأساسي والأول فيها هو الجمهور الشكل بتاع المباراة من غير جمهور تسوقياً بيتباع رخيص عشان تبيع غالي وبعندك منتج دوري مصري تبيعه بسعر عالي لازم الحضور الجماهيري انت كمصر يعني أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي وأفريقيا مش تعداد سكاني بس لا حب الناس وشغفها للكرة والرياضة بشكل عام مختلف عن أي حتة تانية في العالم فبالتالي الحضور الجماهيري شيء مهم جداً 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 والكلام فيه مهم جداً جداً ولازم نفضل نتكلم فيه والأهلي أعلن تقديره لتعاون الجهات الأمنية معه ومع المنظومة كلها وموافقة الجهات الأمنية ده شيء مش عادي ده شيء مش سهل وأكيد الجهات الأمنية كلها عايزة الجمهور يرجع وحريصة على تطوير الرياضة في مصر فبالتالي ديهم كل الشكر والتحية والتقدير ومنتظرين إن شاء الله نشوف موسم جاي بحضور جماهيري بالساعة الكاملة لأن ده هيفرق فيه الدواخل بتاعة الأمنية دخل الأمنية نفسه هيزيد جداً في الفترة اللي يبقى فيها حضور جماهيري وفيه أندية كتير جداً أندية جماهيرية تحديداً يعني الموضوع هيختلف معاها تماماً بحضور الجماهيري نتمنى إن شاء الله نشوف موسم فيه حضور جماهيري بالساعة الكاملة تعالوا بقى نروح لكلام مهم بقى عن قصة السوبر الحقيقة أنا برفع القبعة لمجرس إدارة النادي الأهلي على خطابه بخصوص السوبر وهقوله حضراتكم ليه؟ لأن التحدي الكرة لم يعلن حتى الآن إلغاء بطولة السوبر بشكلها القديم ده أول حاجة للأهلي بيحمل لقابها طبعاً بعد الفوز على بيراملز في الموسم الماضي لو فاكرين نادي الزمالك كان قرر عدم المشاركة قبل اللقاء بـ 48 ساعة بس بيومين 2 بس والتحدي الكرة قرر استبداله وبنادي بيراملز والمباراة لعبت في الإمارات وفاز بيها النادي الأهلي ودلوقتي الأهلي لازم يرتب نفسه لهم مش من جديد وبيستعدوا بيحط برمجة تجربية اللي بيعملها مارس الكودر وبما أن التحدي الكرة لم يعلن إلغاء بطولة السوبر القديمة اللي الأهلي حقه أنه يسأل عن المعاد والمكان ولوائح البطولة وجوائزها المالية كمان وهل لو التحدي الكرة غير نظام البطولة أو لأ؟ لأن لو أنت مغيرتش نظام البطولة أو لغية القديمة وهتستبدالها بطولة جديدة فلازم تطبق اللوائح مفيش حاجة اسمها اللي فات مات الأهلي بالخطابين اللي أرسلهم لاتحاد الكرة بيضع كل المسؤولين في الاتحاد أمام مسؤوليتهم الأهلي بينور لمبة كده لاتحاد الكرة بيقول لهم خلي بالكم عايزين ساعة كاملة للمدرجات في الموسم الجديد وعايزين نعرف البطولات الموسم اللي جاي شكلها إيه واللواقح فيها إيه دي حاجة يشكر عليها ونرفع القبعة فعلا للنادي الأهلي اللي فعلا نور لنا لمبة المفروض كلنا نبص عليها دي الوقت البطولة الصمر التقليدية اللي بتتلعب بقالها سنين بطل الدوري وبطل الكاس ممباراة واحدة واللي بتتلعب في الإمارات بقالها أكتر من سنة حوالي 3 سنين أو 4 سنين بتتلعب في الإمارات فبالتالي لازم نعرف البطولة دي مستمرة ولا تم استبدالها بالبطولة الجديدة الاتحاد ما علنش حاجة فطبيعي إننا دي الأهلي يسأل وبطبيعي إن احنا نستفسر ونشوف احنا رحيين لبين هل البطولة دي شكلها مستمر ودي بطولة جديدة ولا أنت لغيت القديمة والبطولة الجديدة دي هي اللي هتحل محلها طب واللواقح بتاعة البطولة القديمة والإجراءات اللي انت خطها ضد النادي اللي مشاركش في البطولة اللي فاتت كل الكلام ده دي تساؤلات بيترحى النادي الأهلي ولا بد من الإجابة عليها من اتحاد الكورن والتحاد الكورن هو اللي هو الحق أن نرد عليها الحقيقة نكمل أخبارنا بقى بعد كده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على زيارة الكابتن حمد جمعة لعب الأهلي السابق بمستشفى المعلمين للإطمئنان على حالته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية والتقى الكابتن محمود الخطيب خلال زيارته بقيادات المستشفى والطبيب المعالج وتأكد من توفير الرعاية والعلاج اللازم وأعرب عن تمنيه بالشفاء العاجل للكابتن حمد جمعة وأن يتجاوز الأزمة ويعود بمفور الصحة والعافية إلى قصوته يمكن دي حاجة مش جديدة على الكابتن محمود الخطيب الحقيقة ولا النادي الأهلي والاهتمام بكل أبناء النادي الأهلي وبنتمنى كل الشفاء العاجل للكابتن حمد جمعة واحد من نجوم الزمن الجميل في النادي الأهلي طبعا نتمنى الشفاء العاجل والأهلي عمره ما بينسى أي حد من أولاده عمره ما بينسى أي حد كان ليه دور في تاريخه وده جزء من تاريخ النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا حريص جدا على التواصل مع كل النجوم وأسر النجوم وحتى نجوم الزمن الجميل اللي بقى لهم فترة غايبين عندنا الكابتن محمود الخطيب حريص جدا على التواصل معهم بشكل مستمر الحقيقة يعني وده دور يحسب للكابتن محمود الخطيب وبالمناسبة دي كمان نتمنى الشفاء العاجل لأحد مشجعي النادي الأهلي أمح الدولي نتمنى له مع واحد من زوء الهمم طبعا واحد من مشجعي النادي الأهلي دايما حضوره في الاستاذ الشفاء العاجل لأمح الدولي يعني وعكة صحية بيمر بيها نتمنى له فيها يعني نقوم منها بالسلامة على خير إن شاء الله لسه مستمرين مع النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تفقد عدد من المشروعات الانشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد وفي مقدمتها طبعا كانت منطقة جلوس الأعضاء اللي تم افتتاحها مؤخرا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القادر الآن مغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البدل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي طبعا غيرها طبعا من الانشائات والمشروعات المقررة افتتاحها خلال الفترة المقبلة والمدرجات ضمن الخطة الانشائية بالفرع المدرجة طبعا ضمن الخطة الانشائية بالفرع رفق الكابتن محمود الخطيب خلال الزيارة طبعا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع زايد واللواء يحيى أبوزة مدير الأمن وبحضور الشركة المنفذة للمشروعات استمع طبعا الكابتن محمود الخطيب زي ما حضركم شايفين في الصورة كده إلى شرح من المهندس سامح علي كامل المشروعات الانشائية داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد ومراجعة الموعيد التي سبق أن تم تأكيدها والتأكيد عليها للانتهاء من هذه المشروعات ووجه خلال حديثه مع المستشار الهندسي والشركة المنفذة بضرورة الانتزام بالموعيد مع مراعاة جودة المواصفات في كافة المشروعات وطبعا المهندس سامح علي كامل قال أن منطقة جلوس الأعضاء اللي تم الانتهاء منها وفتتاحها بشكل رسمي وتضم شاشة عملاقة على أعلى مستوى تعد إضافة جديدة على المستوى الخدمي لأعضاء النادي الأهلي لفتن إلى وجود مخطط إنشائي لربط عدة مناطق داخل الفرع وأشار إلى اتخاذ خطوات جديدة في ملف حمام السباحة بالشيخ زايد حيث سيتم طرح الأعمال الخاصة بحمام السباحة الأسبوع المقبل طبعا دا للبدء فيه تنفيذ والأخذ في الحزبان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لكافة المشروعات شغل النادي الأهلي ما بنتهيش خلي بالك ورغم افتتاح فرع الخامس أو فرع الرابع في التجمع الخامس شغالين في موضوع العالمين فرع العالمين وشغالين في التطوير في الفروع اللي موجودة سواء فرع زايد أو الفرع الرئيسي أو فرع مدية نصر كل دي حاجات النادي الأهلي لا يغفل عنها وانت بتاخد بطولة بالبصر اللي بعدها وكمان بتعمل فرع بالبصر التطوير اللي موجود عندك فيه والبصر الفرع اللي بعد به طريقة النادي الأهلي الحاجة اللي ما بتتغيرش نروح بقى الخبر مهم جدا أعلن الكابتن خالب بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالإضافة للسنة المتبقية في عقده يعني بقى مولود أربع سنين دلوقتي قال كابتن بيبو أن أفشة وقع العقد الجديد على بياط وترك التقدير المالي للنادي الأهلي والذي بالتأكيد يقدر كل أبناءه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كل المحافل الحقيقة أن موقف أفشة من المواقف الرائعة للعيب الجيل الحالي وعلى فكرة سواء اللي جدد أو اللي خط خطوة جديدة في مشواره بره النادي الأهلي هتلاقي أن الموضوع بيتم بشكل شيك قوي كل الشياكة بكل الاحترام والتقدير متبادل بين النادي الأهلي واللعيبة النادي الأهلي بيقدر لعبته وكل من ينتمي له واللعيبة عارفة قيمة الأهلي كويس جدا أفشة ضرب مثلا للعب اللي ما بيتكلمش كتير وبيشتغل في صمت وبيحب النادي الأهلي وأرقامه هي اللي تتكلم عنه وطبعا هو بينه وبين الجمهور علاقة خاصة يعني ما عندناش لعب بيساوم النادي الأهلي أو لعب بيضغط على النادي الأهلي بالعكس عندنا نجوم كبار زي أفشة بيوقعوا على بياد زي ما حضركم شفتوا كده في النادي الأهلي كله واسق من نفسه وكله موسقين أن تقدرهم أو النادي الأهلي هيقدرهم بالشكل اللازم النادي الأهلي كمان ليه دور رائع أي مبيد كابتن خالب بيبو مدير الكرة في كل الملفات الحقيقة من أول يوم شغله له وهو بيرتب لمعسكر الإعداد اللي هيكون في أوروبا تحديدا في النمسا يعني وبيرتب لتجددات اللعبين وليحة الفريق وتفاصيل كتير جدا لما ييجوا وقتها هنبقى نتكلم عنها بشكل مفصل يعني ورجعنا نحضركم عشان نكمل أخبارنا ودلوقتي حالا لسا النادي الأهلي فائز على بطل البوسنة 50-26 وكده النادي الأهلي بس محتاج حاجة بسيطة جدا النمومبيلي اللي احنا اتعدلنا معها المطش اللي فات يكسب فرق 11 بس عشان يبقى النادي الأهلي أول وإن شاء الله نلعب برشهونا في النهاء طبعا البطولة دي بطولة الدولية الهندبول دي لها نظام مختلف هم مجموعتين كل مجموعة أربع فرق الأول بيلعب الأول والتاني بيلعب التاني مجموعتين اللي بيكسب بيأخذ نقطتين واللي بتعدي بيأخذ نقطة الأول بيلعب الأول إحنا دلوقتي إحنا وممبليه عندنا مشكلة فرق الأهداف إحنا هيبقى نفس النقاط لو ممبليه كسب النهاردة وده غالبا يعني هيبقى نفس عدد النقاط هيحكمنا فرق الأهداف إحنا نتمنى إنه هما ما يزيدوش عن فرق 11 هدف عشان نلعب إن شاء الله برش رؤنا في النهائي يعني دي بطولة مهمة جدا إحنا لعبنا مومبلي وتعدلنا معهم 25-25 وغم إن إحنا كنا خسرانين في الشروط الأولاني في فرق 5 طبعا فرق أقوى جدا الدور الفرنسي بالمناسب مومبلي فرنسي والدور الفرنسي هو أقوى دور هند بول في العالم وإحنا كنا متأخرين في الشروط الأولاني زي ما قلت لكم 14-9 واستعادنا التوازم في الشروط الثاني ونجحنا في إن إحنا نتعادل 25-25 وده مباراة هي الأصعب بيعتبر في المجموعة هنا إحنا بدأنا البطولة في فوز يوروفارم ده كسبناه 34-23 وده فرق كان كويس وطبعا دي كانت دربة بداية كويسة جدا ادتنا النقطتين الأولانيين يعني بطولة مهمة جدا ونتمنى إن إحنا إن شاء الله نلاقيه بالبرشلولة خلاص في النهائي بقى يعني إحنا نتمنى إن مومبلي ما يكسفش أكثر فرق نحن نروح لمدخلة مهمة جدا مع النقد الرياضي زي منا النقد الرياضي محمد ناجي والحقيقة محمد ناجي من المتميزين جدا في تغطية كورت اليد والألعاب الجامعية والفردية عموما يعني بعيدا عن كورت القدم أهلا بيك يا أستاذ محمد على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بيك في 7D Sport أهلا بيك عبد الرحمن متعايد إن أنا موجود معاك وطبعا تشير شرفني إن أنا كنت مضيس معاك يعني أنا اللي سعيد بوجودك معايا الحقيقة زميل عزيزي قل لي بقى الماتش اللي خلص دلوقتي ده كنا عمين فيه إزاي إحنا كنا هنا على الهوى برضو آه مظبوط هو الماتش لسه خلصان من لحظات خمسين ستة وعشرين للنادي الأهلي اللي أهلي بدأ المباراة بشكل مش أفضل حاجة اللعيبة كانت نازلة مسترعة حتى في احساباتها أن عزيزيك ستب أكبر قدر من الأهداف عشان يعني قريلي هم معارفين إنه إحنا المعاركة هتبقى بينا وبين هم باليد دلوقتي معاركة فرق أهداف من هيلعب بالليل كمان إحنا حظنا نحنا العبنا الأول برضو دي نقطة تانية دي من ضمن الحاجات فعلا اللي مكانش يعني فطل إحنا هم خلاص دلوقتي قريلي نازلين عملي حيطة باتهم اللي هم محتاجين يفوزوا بأكتر من حبشر مجون فرق فداي ديهم صدارة المجموعة فريق يورو فارم من ضمن الفرق الكويز فريق جيد جدا يبن هو أقوى من بطل البوصنة فنتمنى أن هم هيقوحوا معهم شوية على الأقل في الفرق يعني ده حقيقة وإن شاء الله نتمنى أنه الأمور تمشي في السكة دي موبليلة وبدأ المطش بنفس الطريقة اللي احنا بدأنا بيها في الجيم المهاردة أعتقد أن الأمور هتكون أصعب عليه أنه هيكون نازل هدفه أنه عايز يسجل كل كورة ودي من ضمن حاجات اللي ما تتقاش دافع تخلي الفريق يطلع أفضل معاني نحنا نروح بس لمشاركة النادي الأهل نتكلم عنها الأول أنت بوقات مزموعة فيها يوروبار مطريق بطل مكدونية من ضمن الفرق الكبيرة في أوروبا بيلعب في الدور الأوروبي طبعا فريق بالمناسبة كان محترف فيه كريم هندوي حرس منطقة مصر السابق ودلواتين كتابة آه طبعا من ضمن أفضل حراس مطر يعني كان كان احترف فيناك فترة من ضمن عنده عناصر كتير كويسين من بلايه فيها محترف مصري برضو المناسبة أحمد الشام واحد من الوعدين جدا يعني في الكورة المصرية يعني من أفضل صناعة العاب بطر كان كده كده موجود في الجيل بتاع 2019 اللي خد بطل العالم مزبوط كبتل طاري محروس كان هو في الجيل هو لعب مع كابتل طاري خد تلت عالم لعب مع كابتل حسين زاجل كمان لعب مع كابتل أحسين وكابتل مجدب والمجد مزبوط في طولة العالم اللي كان في 2019 اللي كان في المكدونية وخده بطل عالم من دون اللعيبة المميزين اللي حطت اللي دايما حتى كل مديرين الفنيين اللي بيدربوا من تخب مطر سواء بروندو أو بسطور المدير الفني الحالي بيبقوا حطين يعني عليه أمال وأفكار كتير جوه الملعب نظرا لتمايز الشديد في تجويع مصادر اللعب باختراقات أو تمريرات مميزة أو حتى تصفوبات قوية جدا ده حتى شفنا مبارح قدامنا قدام فرينا دي الأهلي الأهلي مبارح قدم مباراة قوية جدا 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 رجع في الشوت الثاني رجع هيلة جدا يعني طبعا بقى ما أنا خلي بالك إن إحنا برضو إحنا بنلعب بالتعريب بصانع لها بواحد وإحمد خيري يعني البديل بتاعه هو إحمد راضي بتصاب أصلا في المباراة التحدرية للبطولة دي في البصنة الأهلي على فكرة يعني مع ديفيد ديفيز أنت تحس إن الفرقة بعندها شخصية قوية جدا الحقيقة دور المدرب الجديد للنادي الأهلي يعني أنا حاس إن فيه لعيبة كتير فرقت في أداءها مع المدرب الموجود طور 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 أداء لعيبة كتير جدا في الجوة للفرقة ده بالإضافة إنه حتى بعيدة عن قصة التطوير عبد الرحمن بيتكلم مع العيبة إن فيه فيه بعض العيبة بتبقى خايفة تروحها الدول بتبقى خايفة إنها تروح تسجل أو تضيع هو بيقول لهم لا خد خد أنا اللي بديك يعني أنا الحامي ليك أنا الظهر اللي هيكون بالنسبة لك روح وسجل وسدد سواء سجلت أو لا أنا اللي هتسجل عن نتيجة مش إنت اللي هتسجل عن نتيجة فده بيخلي العيبة عندها دفعية وحفزية أكبر بكتير إنها تقدم أفضل ما عندها أعتقد إن الموسم ده يكون مليء بالبطول لنادي الأهلي على صعيد الهندبول يمكن الموسم اللي فات كمان كان بداية إن إحنا نعمل موسم قوي مرة واحدة ناخد كل البطولات تقريبا السنة اللي فاتت خدت دوري وكاس وكاس أفريقيا وكسرت كاس الكوس على حاجات بسيطة جدا كنت قريب كمان بإن أنت ترجع أن تخسرنا المباراة أنت خسرت في آخر 30 ثانية تقريبا من كاس الكوس بفارق جون ولو كان الجيم فيه بسين ثلاثة على حالي كان هيرجع في النسيجة وكان قادر إن هو يفوز بالمباراة ويفوز بالكاس يعني لكن أعتقد إنه الراجل شغال على احتياجات الفريق بشكل كويس جدا عنده ميزة مش كتير عند مدربين أجانب مدرب الأجنبي بيبقى هدفه إنه أنا عايز العنصر لكسب به لكن الراجل بيبص كويس جدا نقطع ناشئين على الفرق اللي تحت ممكن مين اللي يقدر باللعابة اللي موجودة دي دي أكتا مهمة كمان لأن منتخبات الشباب والناشئين عندها محققين أعلى مستوى تقريبا أنت دايما على طول في المربع الزهبي يعني دايما في أول ثلاثة كمان مش في الأربعة فبالتالي لازم أي مدرب ييجي يبص في القطاعات عندك لأن أنت عندك كنز فعلا يعني وده هيساعدك في حاجات كتير أولا أنه هو هيخليك أن أنت تستفيد بالعناصر اللي موجودة عندك وتبدأ تهادي بيها المنتخب الوطني لأنه دا أنت الأهلي والزمالك يعني شاء من شاء وأبا من أبا هم العنصر الأساسي أو الدعم الأساسي لكل المنتخبات الوطنية في الألعاب الجامعية تحديدا يعني فلكن أنت الأهلي مليئ يعني قطاعات الناشئين عنده السنين اللي فاتت دي مليانة بلعيبة مميزة هو الرجل بيبدأ يديهم فترات كتير من ضمن فترات اللعبة أنت ماشاء الله عندك قطاع الناشئين طلع لك جون السنتين اللي فاتت اللي هو عبد الرحمن حميد مصاب دلوقتي مصاب حميد دلوقتي بتطلع واحد ماشاء الله برضو ماشي بنفس المستوى يعني فانت لا ماشاء الله عبد الرحمن حميد وما أقدم أداء كويس جدا أنا عايز أقول لك مبارح أنه ديفيد ديفسكير حتى عنده استراتيجية بالرغم منه لعب مومبيليا فريق كبير وصيف فطل فرنسا خسران الدوري فرنسسساة اللي فاتت على مباراة من باريسان جرمانоздان منتخب العالم منتخب العالم بالظبط حرفيا انت بتكلم بفرأة هم انت اسم فيها أفضل عناصر كرواتيا أزمانيا ألمانيا هو منتخب العالم في الهندبول هو فريسان جرمان ب real فخسران على مباراة بالأضافة أنه هو كمان السنادي بيلعب دوري أبطال أوروبا ونعب وجودوا Option او ان هو جاي طرفيه او ان هو جاي من المطشف بالنسبة له احتكاك اه ما هو الاحتكاكه ولا يعني لا هو بالنسبة له مركز جدا احنا شفنا حتى مبارح مديري فني الاجناني بتاع او مديري فني بمناسبة هو مديري فني المحلي بتاع اه بتاع الفريق اه مومبيليه بقاله تلاتين سنة يعني عنده انا اطلع باللعيبة دي باجيال ورا بعض يعني ده ده حقيقي انا حتى كنت بكلم كابتن هايسة من برح في فروطة جات مهمة جدا انه اه فيلو لوزيرت اللي هو مديري مدرب حراس المرمى في الناد الاهلي هو كان من ضمن العناصر اللي كان بيدربها المديري فني بتاع مومبيليه اه رجل يعني اه ليه بقى طويل جدا في الدور الفرنسي ومع الفرقة بحافظ تفاصيل الفرقة بحزفرها قادر انه هو يوظف كل العيدة مبارح مخلص الجيم بفول تيم هو مبارح حتى يعني كان طبعا بيحاول انه يعمل بيغير بعض عناصر وبيرايح عناصر الاساسية بيبدأ يبدي لكنهم يعني يعديلك مثال على انه هو الرجل مركز كل تفاصيل الجيم مبارح وكان هدفه انه يفوز بالمباراة انه هو مخلص المطش مبارح فول تيم قدام الناد الاهلي بيعاب بكل عناصر الاساسية قدام الاهلي مبارح يعني تجربة واحتكاق قوي جدا بالنسبة للاهلي اعتقد انه ان شاء الله ده هيكون من ضمن الحاجات والعوامل المهمة والمؤثرة لان الاهلي الثاني عنده سيزن طوي جدا في سبع بطولات فانت محتاج كل عنصر من ضمن العراسك تكون جاهزة وخيئة وقادرة انها تقدر تكون تساعدك في المعركة الكبيرة دي لان انت مش هتلعب بطولة او اثنين او ثلاثة فخلاص يعني هيكون عندك حتى رفاية انت تقدر تغير وتبدل انت عندك سبع بطولات منهم بطولات احتكاك فيهم مع افضل مدارس العالم انت هتلعب سوبر جلوب كس عالم عندها وبطولة عالم عندها ان شهر احداشر مع برشلونة مع وارد نقبل برشلونة كمان في البطولة دي اهو اه ده ده حقيقي احنا تمنى طبعا اكيد في بطولة كس الأبطال اللي احنا نقبل برشلونة نتمنى ان مومبيلييما يفوزوا باكتر من حداشر ان شاء الله يعني انا منتفائل ان هم هيفوزوا بفرقة اقل ان شاء الله يعني اتمنى او بوسر اهلي كده وكده كده احنا المفروض دلوقتي اخياء عندنا ثلاث فرص يتلعب اول وثاني يتلعب ثلاث ورابع ان شاء الله مضبوط احنا بقول لك احنا عندنا ثلاث فرص لخزارة المجموعة تعادل او فوز يورو فارم او تعادل او الفوز بتعمهم بليه ما تستبعيدش مرضو تعادل او فوز المكدونية قوية جدا والفريق ده تحديدا فريق قوي انا بقول لك فريق قوي جدا باللعب ده وربي وهو يبقى بالنسباله لا كمان هو داخل الجيم بالنسباله وهدف انا مش عايز ان انا اتغلب والامور تبقى لا انا داخل انا بدافع عن اسمي وعن تاريخي هو تاريخ وده طبعا استعراض للاعبته ان هم تاني اقوى فرقة في العالم يعني ده تاني الدور الفرنسي اللي هو تاني اقوى فرقة في العالم يعتبر مضبوطة هو كده كده عايز اللعيب بتاعته عايز اتوري نفسها انه لان انت في الاخر اوروبا كلها على بعضها يعني الحدود والامور بنا وبين بعض ضيئة جدا وانت لو لو لعيب من ضمن لعيبة ايورو فارم ازبط نفسه ورى نفسه للراجل المديري فني بتاع اه مومبليير ليه لا اه مفكرش في السنة الجاية ده اللي حصل مع احمد اشام دودو احمد اشام دودو السنة اللي فاتي كان بيلعب معنين من الفرنسي وقدر ان الراجل شايفه اه مرة واثنين وثلاثة في مباريات ومواجهات مباشرة بين الفريقين فكم على الطور انه هو كان اتكلم مع انت عقده يخلص امتا عقده يخلص من هاية السيزن طب مضوا معاه والامور قابل هاية اللي موسم بيخلص فهو كان مخلص احتياجاته بدري بدري فدايما المدربين اللي اجانب في اوروبا بيبدأوا يبصوا مش بيبصوا على السيزن اللي هم مش هكالين فيه قد ما يبصوا على السين اللي جاية كمان الحقيقة انت يعني اضافتنا اضافة كبيرة جدا محمد ناجز منها المحترم جدا الشاطر جدا شكرا لك الحقيقة ونتمنى ان المنبلين ان شاء الله ما يكسبش اكتر من فرق 11 عشان نلعب على الاول والتاني مع برشلونها ان شاء الله يعني يعني الحقيقة كل التوفيق لفرقة الهندبول في النادي الاهلي فرقة ماشية بخطة سبتة جدا معهم مدرب محترم قوي مطور فرقة بشكل كبير جدا الموسم اللي فات مفنشين بمستوى عالي جدا وما دي الموسم ده هم ماشيين بخطوات كويسة في اول بطولة لهم نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله لسه احنا مع النادي الاهلي حفل تكريم لفريق الاول للتنس الارضي بالنادي الاهلي سيدات التنس الارضي بالنادي الاهلي بعد حصلهم على بطولة الدوري العام لموسم 23 يعني بعد ان قدم مستويات مميزة جدا جدا على مدار الموسم ونجحوا في تحقيق نتائج جيدة جدا خلال الممارات اللي خدوها في مشوارهم في الطولة الدوري اتعمل حفل التتويق طبعا على ملاعب التنس الارضي ومقار نادي الاهلي بالجزيرة بحضور نجم التنس السابق وعضو مجلس الادارة الحالي محمد الغزاوي عضو مجلس الادارة الذي حرس على تكريم لعبات الفريق ومنحنة شهادات التقدير طبعا عبر الغزاوي عن ساعته بالنتائج المميزة للفريق وحصد لقب بطولة الدوري مؤكدا صيقته في لعبات تنس الاهلي وانه هم يعني بيسعوا دايما لحصد الالقاب والوقوف على منصات التتويج واشات كذلك بالمجهودات الكبيرة اللي بيقدمها الجهاز الفني على مدار الموسم وتوج فريق السيدات بلقب البطولة بعد الفوز على فريق ودي دجلة بنتيجة 5-1 في الممارات النهائية اللي جمعت بينهم منذ ايام حقيقة يعني هم معهم كمان واحد من اساطير التنس في النادي الاهلي عضو مجلس الإدارة محمد الغزاوي اللي هو فعلا واحد وجوده معهم يديهم بوش كبيرة جدا يديهم دفعة قوية جدا انه هم يستمروا كمان ويقدموا للموسم اللي جاي نتائج احسن كمان ان شاء الله ويفوزوا برضو بالدوري ان شاء الله لسه احنا مع النادي الاهلي ولكن اعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي عن الموافقة على بيع اللاعب محمد شريف الى نادي الخليج السعودي ده طبعا جي بعد الرجوع لمارسد كولر الموديل الفني للحفاظ على الاحتياجات الفنية للفريق وبالفعل تم استقبال محمد شريف في السعودية استقبال رائع جدا وعنده فرصة كبيرة قوي مع الفرق المنافسة وسط نجوم عالميين زي رونالدو وبنزيما ونمار وغيرهم من النجوم الكبار جدا اللي تعاقد معهم الأندية السعودية في الموسم ده محمد شريف اضع مع الاهلي سنوات من انجح المواسم الكتير اللي قدمها النادي الاهلي وتقلق واصل لانه كان هدف الدوري في احد المواسم وهدف دوري ابطال افراقيا في موسم واحد كمان من اللعبين العاشقين النادي الاهلي يعني النهاردة كمان الخليج هيلعب في مباراة في الدوري السعودي امام اهلي جدا ماتش مهم نتمنى لهم التوفيق فيه في وجود نجمنا يعني محمد شريف نروح نشوف تقرير عن لعبنا محمد شريف المنتقل حديثا للدوري السعودي ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل أخبارنا ونروح لأخبارنا المحلية بقى والعالمية يعني خلال الساعات اللي فاتت ظهر كلام كتير قوي على الصحف والمواقع عن اتحاد الكورة يعني بيستعد لإطاحت البرتغالي فيتوريا بيريرا رئيس ناجمة الحكام الحالي يعني يمكن اللي زود الكلام ده كمان أن كان فيه معسكر لحكم تقنية الفيديو وتم تأجيل المعسكر ده فجأة بقرار من بيريرا على حسب معلوماتنا اتحاد الكورة فيه انقسام على بيريرا بعض الأعضاء شايفين أنهم يوفروا الدولارات ويجيبوا رئيس لجنة حكام مصري والبعض الآخر بقولك لا لازم بيريرا يستمر حقيقة أن بيريرا مستغرب جدا من تصريب الكلام ده والإشعاد دي في التوقيت اللي احنا فيه ده لكن الراجل متمسك بالاستمرار في رئاسة لجنة الحكام خصوصا أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم القادم أنا هنا هقول رأيي شخصي ما ينفعش رئيس لجنة حكام مصري بأي حال من الأحوال في الوقت الحالي تجربة الخبير الأجنبي في رئاسة لجنة الحكام هترفع الضغط عن اتحاد الكورة لكن بشروط أن بيريرا يشتغل بجد ويكون مسؤول عن تعينات الحكام في الموسم القادم مش زي الموسم اللي فات لما قال أنا لسه بشوف الوضع وما بيدخلش في تعينات الحكام لأ لازم يبقى هو المسؤول مسؤولية كاملة تحاد الكورة بيحاول يضغط على بيريرا في الوقت الحالي لتعيين نائب لرئيس لجنة الحكام يكون مصري وحطين اسمين كمان هما كابتن سامير محمود عثمان والكابتن جهاد جريشا عشان بيريرا يختار منهم واحد يعني لكن أنا رأيي أن ما ينفعش تحاد الكورة يعين رئيس لجنة حكام مصري في الوقت الحالي الموسم القادم صعب جدا أخطاء الحكام كانت كتير قوي في الموسمين ثلاثة اللي فاتت ولولا ويمكن كمان الموسمين اللي فات واللي قابله كان فيهم كوارث فلازم يكون فيه تطوير حقيقي نشوف على الأرض الواقع يهمنا التحكيم المصري يكون في حالاته يعني أفضل حاله في أفريقيا ويرجع تاني للمشاركة في البطولات الكبرى زي كاس العالم وأعتقد أن وجود رئيس لجنة حكام مصري مش هيكون في صالح المنظومة التحكيمية في الوقت الحالي يعني بالذات في حتة الحكام دي أنا كان عجبني جدا تجربة كراتن بيرج وكان نفسي تستمر الرجل أضاف أتمنى أن بيرجا دا كمان يستمر ويضيف يعني صعب جدا تحمل مسؤولية الحكام في الوقت الحالي لشخص مصري يشيل المساوئ اللي موجودة دي كلها حرام يعني خصوصا منظومة محتاجة تطوير التحكيم تحديدا منظومة محتاجة تطوير كبير جدا يعني نتمنى أن نشتغل عليها ونسيب خبير أجنبي يشتغل ونديله الفرصة كاملة ونديله اختياراته كاملة ويختار هو بقى الحكام بتاع كل ماتشو لأن انت السنة اللي فاتت تصريحه كان غريب أن أنا لسه بشوف لأ سيبه هو يشيل المسؤولية كاملة هو يجرب المساوئ اللي فات المساوئ دا يشيل المسؤولية كاملة ونتمنى أن يبقى عنده حاجة يقدمها لمنظومة التحكيم المصري ويطور فيها فعلا نروح بقى لخبر تاني من ربطة الأندية المحترفة اللي بتحدد موعد نهائي لبطورة الدوري المسلم اللي جاي دا ان شاء الله فيه الاجتماع المقرر له يوم 2 سبتمبر المقبل وتم تحديد موعد مبدئي أحد يومي 19 أو 20 سنتبر لانطلاقة الدوري وهو ما سيتم حسمه خلال الاجتماع اللي هو مفروض يعني يوم الحد الجاي أجرى مجلس إدارة الربطة دوري القسم الأول مساء الثلاثة اجتماع الاجتماع التنسيق الأول في دورته الجديدة يعني وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسا للربطة وعمد متعب نائب رئيس الربطة زي المرة اللي فاتت يعني حيث أقيمت الانتخابات تحت إشراف لجنة الانتخابات برئاسة اللواء حلمي مشهور وعدوية وليد العطار ومحمد المشاط والتي أعلن نفوز الخماسي بالتسكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وضم مجلس إدارة الربطة الاندية القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب كل من خالد شكري شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية واللواء صفي الدين مسيوني واللواء ثروة سويلم مرشحا لمجلس إدارة الاتحاد للعضوية الربطة طبعا ده نتمنى أن يكون في دوري شبه منتظم شبه منتظم مش عايزين منتظم قوي يعني بس يكون في دوري شبه منتظم يلا نروح مع بعض بقى لأخبار محترفين أعلن نادي المقاولين العرب رسميا أمس الأربعاء انتقال مدافعه الشاب عمر فايد لصفوف فنربخشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقع عمر فايد على عقود انتقاله لصفوف فنربخشا لمدة أربع مواسم وأرسل نادي المقاولين البطاقة الدولية الخاصة باللاعب ليصبح جاهز للمشاركة مع فريقه البديد بداية من موسم 23-24 والحقيقة نادي المقاولين من أفضل الأندية اللي بتطلع بحترفين في مصر وعندهم تجربة كبيرة جدا يمكن أبرز الناس اللي طلعت من خلالهم طبعا نجم مصر محمد صلاح ومحمد النني وقبلهم زمان عبد سطر صبري ومظهر عبد الرحمن عندهم تاريخ في حتة انه هم يطلعوا لعيبة مميزة من نادي المقاولين لأوروبا والحقيقة نجحين جدا في القصة دي بالذات هم مميزين فيها قوي يعني نروح بقى لمدخلة مهمة جدا مع الكابتن حسن الشام المدير شؤون اللاعبين بنادي المقاولين عرب يكلمنا عن صفقة انتقال عمر فايد وتفاصيلها وازاي هاستفاد منها نادي المقاولين العرب مرحبا بيك يا كابتن عبد الرحمن ازاي حضرتك منوارنا طبعا يعني وانا معتز جدا من انت الناس اللي عندها دماغ كويس قوي ومثقفين جدا ويعني عارف قصة كويس ان انت بتقول شاعر والراجل مثقف وبتاعك هذا المتشكل جدا على زوءك وعلى كلامك الجميلة في البداية بس اقول لي كواليس انتقال عمر فايد ايه وهل كان في عروض تانية غير فانار بخشا مقدماته من اوروبا اه وبالفعل عبد الرحمن كان في عروض كتير سواء عروض داخلية من مصر هنا وعروض كبيرة بعرقام كبيرة جدا وعروض خارجية لكن كان اهم عرض بمثبنة كنادي وكاعدورك نادي وكاعد فاندي هو عرض فانار بخشا الناس كلها عارفة سياسة المقاولين ده ما حترك بتقول دلوقتي المقاولين بيبص بشكل مختلف شوية على انتو من اميز الناس بصراحة نادي من اميز الناس اللي بتطلح لعيبة بره مصر عموما بص يا عبر رحمن خلينا متفقين ان اي حد بيفكر سواء لعيبة او يخراجه بره العدف ان انت تكسب من وراء شكل بير جدا او انت هتسواءه داخلية انت كنادي عايش تستفيد منه بشكل بير جدا ليه؟ لان كل اللي اندي بتبحث عن موارد ديها انت لما تيجي تبص على معظم الاجيات مصر ارادات ومصروفات بتلاقي المصروفات اكثر بكثير من الارادات ففكر التسويق اللعيبة ده بيدخل في بند الارادات اللي بتدخل للنادي فكل النادي بيصيغ الموضوع ده في شكل انه بيتناسب معه ومع الفلسفة الموضوع العرب الموضوع مختلف بالنادي خصوصا المهندس الحامر عادي والمهندس صلاح عادي ودول حضروا حاجات كثيرة جدا على مدار التاريخ مع نادل اقول العرب هم اللي مطلعين محمد صلاح والنمي كمان هم نفس العشق بصير طبعا فالهدف من متقال عمر كايد الهدف ان شاء الله يبقى بودر دحل كبير جدا على النادي في المتقبل زي ما احنا عادنا سنين كثيرة جدا بنستفاد من محمد طلاح شاكل جيد بعد التعاقد الاولين مع بازل بعد كده محمد طلاح في اي انتقال النادي بيحصل على حق الرعاية والانتقال الاولين دي كان فيه عادة بيع والحمد لله طب وهال الشروط دي برضو محطوطة لسه كنت اسألك طبعا طبعا العقدة عمر كايب فيه ان شاء الله جذبة مشترمة جدا في عارك البيع وانت ليه كمان حق الرعاية عمر كايب الولد صغير من سنة 13 سنة سنة 23 سنة حق الرعاية فانت الناردى عمر سايز دلوقتي بقاله في النادي 8 سنين معنا الحمد لله يعني فأكيد دينا حق الرعاية محترمة تي لو انتقل بعد كده من فانار بخشى لأي نادي او من النادي بعد كده لأي نادي هنقدر داخل تيه برضو مقابل نادي صلى الله طيب توقعتك لمستقلب العمر في اوروبا ايه يعني انت شايف انت طبعا شفته انت بتقوله بقالكو 8 سنين شغالين عليه هو ما شاء الله وسوقته كويس وطرق فرقة مش صغيرة فانار بخشى فرقة كبيرة في الدور التركي يعني توقعتك لمستقبله في اوروبا ايه هل ممكن يبقى ليه طلعة حلوة كده زي محمد صلاح ونين يعني بص يا عبد الرحمن انا برضو من انا اول ما انا اول ما ما تم الاعمال اللي عبدالب تقال اه كنت متواجد ايه كما ديش يقول اللي عبين بقاءة الكرة كل وانا على علاقة جيدة جدا بكل اللي عاجب عمر سيد من الخمات المريحة في عامل اه من الخمات اللي مؤهلة بشكل كبير جدا انه يقدر يحترف في اوروبا معا لغة مصقف اه متربل بشكل كويس قوي والده كمان نساعده في ويتقال بشكل دير فانت قدام عقلية او نموذج اه مش هيتعيدك في الاحتراف الخريف فعمر من طول الوقت لما كنا بنتكلم حتى بعد اي مباراة اه طول الوقت لما تتكلم لا انت بتتكلم عقلية مختلفة مش مش زي بقى اللعيبة في مصر معظم العيبة في مصر بيونقصهم الحاجات كبير جدا بيونقصهم اللغة بيونقصهم ازاي يكون عنده فاكر ووعي وصحابة ازاي يتقبل الاخر انا اتكلمت عن قصة بكده لفينا عيد العيد كبير ولقى منتخب مصر حصل منه رب تعلف في الفندق مع الهاوس كبين بشكل اعترض على حاجة معينة وهي حاجة عادية جدا كل بلد يبقى لها عاداتها وتقاليدها لازم تبقى عارف ده لازم ازاي تتعامل مع الاخر لو انت معندكش التقاطة والوعي ده هيسبب لك مشاكل كثيرة جدا في اي مكان لما تيجي تطلع بره بره عمر مش من الناس دي عقليته بكاة جدا مصطف عند وعي بتكلم لغة وايسة كل ده بيساهل عليه انه ان شاء الله تبقى قنار بخشة محطة لي للانتقال الى الدوريات الاكبر والاندية الاكبر باذن الله فاحنا احنا كمان الفترة اللي فاتت في البشوان حامل عزي كان بيكلفها بملاط عدد من اللاعبين في اطبع النشيين يتعمل لهم تحليل دي ايه وانتعليل تحليل دي انه ده بيكشب حاجات سيرة جدا في المستقبل طبعا طبعا بيتمبأ بالاصابات المستقبلية بيقولك البرنامج التذيق تعلق ازاي يمشي عليه بشكل عامل ازاي اه تعقدنا مع الشركة لتطويل ادائي المشئين من خلال المهارات انتو واضح ان انتو واخدين فكرة تسويق اللعيبة انتو حتى من بره وانتو شغالين بنفس الطريقة دي من قبل كده من زمان من قبل محمد صلاح يعني حتى عب سطار صبري ومظهر عبد الرحمن الاسماء دي خرجت من نادي المقولين برضو لكن واضح ان انتو مهتمين بتسويق اللعبين من وهم صغارين وان انتو تكسبوا يعني ايا زي ما انتو قولت فعلا ان انتو ماشيين في حتة التسويق اللعبين دي هو التسويق اللعبين بس مش تسويق وخلاص عبد الرحمن هو تسويق بشكل جيد لا ما انتو واضح انتو قولت انتو شغالين بشكل علمي وبتعملوا دي اي اي تعملوا حاجات يعني خبيرة جدا قطاع الناشئين بتوصيات الماضي محمد عدن مش في عمل اكورة اه توصيات كبيرة جدا من الوقت يبقى اكيد مقطاع اه مددشين لغة اه اعمال لغة اللي هي الانجليز اللي هي لغة المطورة التفائدة يعني اه محللين اداء محللين نفسين يعني فيه اخصائي نفسين كمان موجودين احنا عندنا تجربة في النادي الاهلي من خلالكو برضو اه اه اتخلينا شيد بيها طهر محمد طهر من اللاعبة اللي بتتكلم انجليز وفرنسا كويس جدا عنده عقلية كويسة جدا يعني الكرة مش موهبة بس طبعا انت بتكلم صح مئة في المية طهر خرج من المقولين العرب وانت 17 سنة احترفت ولأ وكان عنده عروض احتراف حتى هو جاي الاهلي هو انتو عندوكوا شغل في الحتة دي كويس قوي لأ واللعيب اللي بيخرج من المقولين العرب عنده عقلية مميزة جدا موضوع طهر برضو يا عبدالرحمن احنا كلنا دورة نادي بتاسعة ان طهر يطلع بره ويحترق في اوروبا لكن طهر كان رغبته الندي الآن فالنادي برضو احترم ده بشكل كبير جدا نفس الموضوع على عمر فائد اتعرض عليه عروض كبيرة جدا عند داخل مصر لكن الولد كان رغبته انه يخرج بره ورغبة النادي الاولى هي ان الولد يطلع بره فلما رغبة الولد والنادي بتتفق مع بعض خلاص عمر كان عايز يحترف في اوروبا رغبة النادي الاساسية والرئيسية والاولى هو الاحتراف الثاني لمصحة النادي وسانيا لمصحة اللعب لان اللعب هيثبت بشكل كبير جدا وده هيعد النفع على منتخب مصر لما يكون عندك عدد محترفين كبير جدا هيثبت بشكل كبير احنا لما بنجنع بالاحصائيات يا عبدالرحمن مؤخرا دولة زي البرازيل فيها 222 مليون نسمة عندهم حوالي 13 و800 13 مليون و800 الف لعب مقايد بالاتحادات عندهم احنا دولة 120 مليون نسمة مقايد عندنا ما يقارب من 150 الف لعب فالنسبة ماشا الله عليك مزاكرا انا عجبني جدا ان انت مزاكر التفاصيل وبتشغال عليها كويس اوي ماشا الله عليك عشان يا عبدالرحمن لازم نبقى عشان نتماشى مع اللي بيحصل برة التطورات اللي بتاحصل برة مش هقولك بقى في اوروبا النهاردة لما تيجي تبص النموزة في التوري السعود الموضوع بيختانب بشكل كبير جدا احنا كنا سابقين بشكل كبير احنا عايز اقولك على حاجة ان اول محتارب في تاريخ افريطيا حسين حجازي هنا مصري طبعا معك حق طب خلينا اسألك سؤال ده هيوديني لي السؤال مهم جدا وده هاختم بيك معها فيه لعيبة تانيين على رادار الاندية الاوروبية من لعيب نادي المؤولين العرب في الوقت الحالي فيه نموزة في لعيب لازم تتسكر الاسم ده في شكل كويس قوي محمد عبدالناصر موليد 2006 محمد عبدالناصر موليد 2006 وده اصغر لاعب مصري في التاريخ لقد الدوري المصري العالم وجاي لعروض من اوروبا في الوقت الحالي دلوقتي عبدالناصر احنا بنجاهز عبدالناصر في موضوع اللغة في عمر موضوع اللغة السريق مع عرشة كثيرة عمر التربية زي ما قلتلك البيت التعليم ده بفريق مع عرشة كثيرة جدا مع الوقت فيه اربع خمس عناسر مميزين جدا على رادار ان هم يبقوا المسخة الثانية من محمد صلاح بيز انتو شغالين انتو واضح ان انتو في موضوع اللعيبة الصغرين وانت فعلا نادي المؤولين كمان بالمناسبة ما هواش نادي جماهيري لكن هو شغال في الحتة دي كويس قوي وانت قلت لي دلوقتي نقطة مهمة لفت نظر لي انتو شغالين على العقليات اللعيبة ودي نقطة مهمة جدا نتكلم عنها محمد صلاح يمكن الناس خادتها بتهريك ساعتها لما قال منتالتي لكن هي لأ نقطة مهمة جدا 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 ممكن لعب يبقى عنده خمسين في المية وهيبة لكن هو اشتغل على منتالتي ده فعلا يعني عبد الرحمن احقاقا للحق يعني احقاقا للحق ده دور الإدارة جايما بقول الجزء ادي مهمة جدا يعني بربو عليكم الحقيقة كابتن يعني بربو عليكم طبعا المنظومة بتتكاوم من إدارة جهاز فني لعيد لو عندك جهاز فني جايد جدا معاديم مميزين جدا لكن الإدارة مش بنفس الكفاء هتعاني فاحقا للحق إدارة النادي المهندس بحث الصلاح المهندس الحامل عادل يالين على أكتر من ضجف هو النادي بشكل كويس قوي واخدين كل تفقيلة بيدوها حقها وعلى فقد إن شاء الله مع الوقت خلال شهرين ثلاثة اللي جايين المهندس العرب كمان هيروح بحثة أبعد إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن أنا بشكر حضرتك جدا 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 على المداخلة المهمة دي استمتعت بحضرتك جدا يعني وإن شاء الله كل التوفيق لعمر واللعيبة اللي تخرج من نادي الماولين يكون لها يعني كل التوفيق طبعا هو النادي التارجد بتاعه خلاص الرجل وضح لنا هم حطين تارجد معين هم شغالين على تسويق اللعيبة وهو ده الدخل الأساسي لنادي الماولين على كلامه دلوقت يعني إن هم العوائد المادية بتاعتهم مش كبيرة أول فبيشتغلوا في النقطة دي وفعلا نكحين فيها يعني التجارب أثبتت إن هم نكحين فيها جدا وخلي بالكم كل نادي لو عرف التارجد بتاعه إيه واشتغل عليه هيريح نفسه جدا 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 النادي الأهلي التارجد بتاعي البطولة أنا بجيب لعيبة وبشتغل على إن أنا مش إن أنا أطلع للعيب ده تاني لا إن اللعيب ده أكسب بيبطولات أندية تانية جماهرية برضو بالمناسبة يعني فيه أندية كتير جدا جدا جماهرية التارجد بتاعها إن هو يبيع 2-3 لعيبة يشيلوا الفرقة موسم ولا موسمين كمان كل نادي لازم يمعارف احتياجاته تعالوا بقى نروح لخبر تاني مهم جدا خبر يخص لعب الأهلي السابق حمد فتحي ولعب الوكرة القطري والخبر ده من وكالات أنباء عالمية من وكالة الأنباء الألمانية تحديدا يعني اللعب واخد كل حاجة مع النادي الأهلي في الموسم اللي فات محبوب جماهريا جدا تعالوا بقى نشوف اللعب ده استقبلوه إزاي في أول ماتش رسمي في قطر استقبل جمهور النادي الأهلي المصري أو ربطة الأندية المصرية في قطر ربطة النادي الأهلي المصري في قطر خلال أول ظهور له مع فريقه الجديد على ملعب الجنوب المنديالي بحضور تقريبا مئتين وتسعين مشجع من ربطة المشجعين حرصوا على شراء تذاكر مباطل وكرة مع ضيفهم عزر الدوري القطري لكرة القدم لدعم حمد فتحي وقاموا بارتداء قنصان النادي الأهلي ونادي الأهلي وحضور ما بين العائلات وعدد من الأطرال بالإضافة لمشجعي الربطة وتواجدوا جميعا وخصوا طبعا حمد فتحي طول المنديالي وكل تأدير تأدير كبير جدا هم مقدرينه تأدير كبير جدا لما بازلوا من جهد وعطاء طول مسيرته في فريق النادي الأهلي بطل أفريقيا طبعا ودوره الفعال في تعقيق الكتير من البطولات للفريق سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القرية طبعا دول النادي الأهلي اللي هم حتى وهم بيخرجوا من النادي الأهلي بيخرجوا بشكل شيك زي ما كنت بقول لكم في أول حالي وجمهور النادي الأهلي موجود في كل مكان ويفضل يدعمهم في أي مكان هيروعوا فيه يعني الراجل راح قطر لا، جمهور النادي الأهلي هو أول داعم لي في أول ماتش رسم ليه وبباب النادي الأهلي دائمن مفتوح لولاده بالشكل ده اللي هم بيخرجوا من باب كبير فيقدروا يرجعوا من باب الكبير ده كان أخضر ختام لحلقة 거예요 يعني ولادي النادي لوحد يفرح بيه ولما هو خارجين كبار ويرجعوا كبار الواحد يفرح بيه ده كان أفضل ختام الحقيقة يعني ونتمنى الحمد فتح التوفيق ونتمنى لكل جمهور النادي الأهلي أن هم يكونوا استمتاعوا معنا النهاردة بحلقاتنا في سيفين دي سبورت وعلى أن نلقاكم إن شاء الله في الخميس القادم وفي الختام خير سلام